سلسلة هيا نتعلم العقيدة للطفل المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسيس في صدور الناس من الجنة والناس ما يجب على المسلم معرفته من ربك ربي الله عز وجل ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلقني الله من خلق الناس الله من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر إنه الله من خلق الحيوانات والطيور الله الله يرزقني الله يرزقني ويرزق جميع المخلوقات الله الله يرزق الناس الله يرزق الحيوان والطير إنه الله الله الذي ينزل المطر من السماء الله الذي ينبت الجرع والأشجار أقول عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا وبعد نزول المطر أقول مطرنا بفضل الله ورحمته الله المنعم الله الذي أنعم علينا بالسمع والبصر الله الذي أنعم علينا بالطعام والشراب أقول بعد تناول الطعام والشراب الحمد لله وقبله أقول بسم الله نعم الله علينا كثيرة أشكر الله على نعمه الكثيرة أحب الله وأعبده أحب الله لأنه هو الذي هداني خلقني رزقني وأنعم علي أعبد الله وحده أدعو الله وحده أصلي لله وحده خلقنا الله لعبادته أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله ومختباه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت أركان الإيمان الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر نبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام أنزل الله عليه قرآن الكريم بشر بنبوته وأمر باتباعه موسى وعيسى عليه السلام أرسله الله إلى الناس جميعا يدعوهم إلى عبادة الله وحده محمد صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق لكنه أفضل البشر وآخر الأنبياء والرسل من أطاعه دخل الجنة أحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة أقول قبل دخول الحمام بسم الله وأقول بعد الخروج غفرانك أنظف مخرج البول والغائط بالماء أو برنديل بيد يشرع أنظف ثياب كلما اتسخت أقلم أغفار كلما طالت صفة الوضوء أقول بسم الله أغسل كفاية ثلاث مرات أتمضمض وأستنشق ثلاث مرات أغسل وزهي ثلاث مرات أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرسقين ثلاث مرات أمسح رأسي مع أذني مرة واحدة أغسل وزلي إلى الكعبين ثلاث مرات نواقض الوضوء الخارج من السبيلين البول والغائط والريح النوم أكل اللحم الإبل صفة الغسل أن ينرى الغسل بقلبه ثم يسمي الله تعالى ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة بالماء مع المغمضة والاستنشاق الصلوات المفروضة صلاة الفجر فكعتان من طرور الفجر الثاني إلى طرور الشمس صلاة الظهري أربع ركعات من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله صلاة العصري أربع ركعات من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء طوله مرتين صلاة المغربي ثلاث ركعات من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفاق الأحمر صلاة العشاء أربع ركعات من مغيب الشفاق الأحمر إلى نصف الليل صفة الصلاة أستقبل القبلة قائما يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر أضع يدي اليمنى على الجسرى على صدرين أقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أقرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالين ثم أقول آمين ثم أقرأ مما أحفظ من القرآن أقول الله أكبر وأرتع وأقول سبحان ربي العظيم أقول حال رفعي من الركوع سمع الله لمن حمده ثم أقول وأنا قائم ربنا ولك الحمد أقول الله أكبر وأسجد وأقول سبحان ربي الأعلى أعتدل قائلا الله أكبر وأرجس على قدم اليسرى وأنصب اليمنى وأقول ربي غفلين أقول الله أكبر وأسجد ثانية وأقول سبحان ربي الأعلى أقول للرتعة الثانية قائلا الله أكبر وأفعل فيها مثل ما فعلته في الغكاة الأولى أجلس بعد الغكاة الثانية للتشهد الأول وأقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن كانت الصلاة ثنائية ذات ركعتين أقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم أسلم وإن كانت الصلاة ثلاثية أوروباية أقوم الركعة الثالثة وأفعل في بقية صلاة مثل ما فعلته في الركعتين السابقتين وأقتصر على قراءة الفاتحة أجلس في آخر صلاة وأقرأ التشهد الأخير وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يسالي قائلا السلام عليكم ورحمة الله مبطلات الصلاة الكلام الأكل أو الشرب الضحك الحركة الكثيرة انتقاض الوضوء ببول أو غائط أو ريح اشتركوا في القناة